بعد تفشي ظاهرة العنف المدرسي والتنمر بين الطلاب بالمؤسسات التعليمية نظم قسم حماية الطفل والأسرة بمديرية الأمن صبراطة ورشاة عمل بمدرج كلية الهندسة حول العنف المدرسي بالتعاون مع جامعة صبراطة ومراقبة التعليم بالمدينة وبحضور مدير مديرية الأمن وعمداء الكليات ونشطاء المجتمع المدني وأولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية من مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبة فنجد أن التنمر مش عليه طالب لطالب آخر ولكن نجدها حتى من معلم على معلم آخر أو نجدها من معلمة على معلمة أخرى وهذا نوع من أنواع اللي أصبحت منتشرة فنحن نحد من هذه الظاهرة عن طريق التي هي غرس النفوس الطيبة وغرس الوازع الديني وبالمحاضرات، بالتثقيف، بالدورات، بحضور الدورات الورشة تمحورت حول أربع ورقات علمية تم خلالها التركيز على الأثار النفسية والاجتماعية للعنف المدرسي وأسباب انتشار هذه الظاهرة في الجلسة العلمية لأعرض أربع ورقات علمية الورقة الأولى حول مفهوم العنف المدرسي وعلاجه والورقة الثانية حول الأثار النفسية لظاهرة العنف المدرسي وهناك ورقة للأثار الاجتماعية لظاهرة العنف المدرسي ثم ماذا يتحدث القانون عن ظاهرة العنف المدرسي ونختتم بورقة حول دور وسائر التواصل الاجتماعي وآثرها على هذه الظاهرة انتشار ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية سواء العنف اللفظي أو الجسدي أو العيني بات يستدي أكثر من أي وقت مضى تظافر الجهود بين العائلة والجهات المسؤولة ووزارة التربية ومكتب الخدمة الاجتماعية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد تماسك المجتمع ككل